أهلا بكم من جديد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنجازة 75% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي العين إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بطول ثماني كيلو مترات ويشمل المشروع تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي يبلغ كيلو مترين وتوسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات وإنشاء طريق خدمات بساعة مسارين على جانبي الطريق ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى عشرة ألاف مركبة في الساعة وتقليل زمن الرحلة من عشرين دقيقة إلى قرابة سبع دقائق ورفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة السير وأحل مناطق التداخلات المرورية الحالية